بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء واشرفهم رسالين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زكا شباب رب تكونوا بخير نشرح لنرد ان شاء الله محاطرة الإكيباشنا للانجد السيس ان شاء الله محاطرة سهلة وبسيطة ومتاخدش منها وقت ونخرج عالم مهم للدكتور أكيدت عليها ان شاء الله قبل ما نبدأ أحب أن نفتكر محمد سوقي ووالد زماننا عمر الحسيني وكل زماننا لسابقنا ربنا رحمنا ورحمهم يا رب ويجمعنا بيوم في الفردوس الأعلى يا رب كل سن طيبين برضو رحم دان خلاص على الأبواب ان شاء الله ربنا وفقنا في الشهر ده ونخرج منه مغفرين الزم بإذن الله هنبدأ بسم الله المحاطرة بتاعتنا بعنوان الكريباشنا للانجد السيس يعني إيه والله دي أمرض بتحصل في اللانجد بتاعتي فرقة بتاعتي بسبب الشغل بتاعي سواء الشغل نفسه أو بسبب ما كان الشغل يعني فنزل على الديفنيشن بيقولي إيه يعني إيه قيبشنا للديز والله هو مرض أو أمراض بتحصل أثناء الحياة المهنية بتاعتي أو أثناء التوظيف بتاعي بتحصل وبسبب فاكتور ده بيبقى specific للشغل بتاعي مش هلاقي برجة في مكان تاني يعني فبيقول والله هو دديز بي arise out for course of employment يعني بيحصل أثناء الحياة الوظيفية بتاعتي يعني وبيكون بسبب فاكتور الفاكتور ده بيكون specific للشغل بتاعي فممكن مثلا physical hazard يكون noise يعني إيه يعني مثلا أنا مثلا سواق متعود على الزحمة والزمارة ومش عارفي الكلام ده كله فالحاجات دي بتعمللي دوضاء يعني فتكون دي physical hazard ممكن يكون شغل في مصنع مثلا مصنع ده بيطلع غازيات ضارة مثلا وكده فتعمللي أمراض فيكون ده chemical hazard ممكن يكون مثلا أنا بقى شغل في معمل مثلا بعمل كالتشغل مثلا أو أنه شغل مثلا دكتور بيتاري يبقى تعمل مع الحيوانات مثلا وبيقعها بيبقى في بكتيريا يعني وكده فكون دي biological hazard ممكن يكون أنا شغل مثلا في شركة مطالب أن أنا خلص الحاجة بتاعتي في deadline معين ما يفعش أتأخر وكده فتكون أنا محطوب تحت stress فيكون ده socio psychological أو أخر حاجة أنه مثلا أنا كن شغل عامل مثلا برفع عطوب أو برفع عمل وكده فالحاجات دي أثرتلي على ظهري مثلا عامل لمشكلة فتكون دي mechanical hazard بعدها نزل العمل مقارنة بين زي ما تفعنا دي بتبقى في يعني هي جاي من اسمها هي بتبقى في وهي مش بتبقى منتشرة ليه لأن هي يعني المرض مش مش هيحصل غير في مكان الشغل بس أو الشغل هو سوي في المرض فالناس اللي هتتصب المرض ده هي النس اللي شغالها في الشغلان دي بس فهو مش هيكون مش منتشر لأنه هو يعني لازيم يكون شغال في المكان ده عشان يتصب المرض ده فالناس اللي مش شغالة في المكان ده مش هيجيلها المرض فهو هيكون مش common في ال communicate بتاعتي معي و أخي حاجة لأنه هو بيقول إن سبه الوحيد للمرض ده هو أننا تعرضت للحاجة دي فالشغل بس فعشان كده احنا اتفعلنا بله مش هيكون common في ال communauté وتاعتي معي مثل السلكوز والأسبستوز إنما الـ Work related disease دي أمراض بتحصل أو كل حاجة بس الشغل بيكون فاكتور مش بيكون هو وكمان هو بيكون مالتي فاكتوريا يعني لو خدنا مثلا مثلا الـ Hyper tension إحنا قلنا الـ Hyper tension ممكن يبقى Genetic مع الـ Stress مع الـ Stress بتاع الشغل مع مثلا الـ Body weight مع أدوية مثلا أو كده فهي حاجات كتير قوي بتعمل Hyper tension فهو بيكون مالتي فاكتوريا يعني عوامل كتير بتأدي إن أنا أخش في المرض ده واتفقنا برضو في الـ SDR بتاع الـ Hyper tension إنما بين كل ثلاثة أدلت في واحد عنده Hyper tension فهو بيكون كومان قوي في الـ Community بتاعي وزي ما اتفقنا الإكسبوشك في الـ Orthoblase بيكون فاكتور يعني هو عامل من العامل إن أنا أخش في المرض ده زي إيه زي الـ Hyper tension والـ Scrumic Heart disease بعدها دخلنا على مصطلح تاني اسمه Neumoconiosis Neumo جاية من Neumonia اللي هو Long disease يعني فهي برضو Long disease بس بتحصل في الـ Equipation يعني بسبب الـ Equipation بتاعي يعني فهو يعني Neumoconiosis يعني Group of Occupational Long disease يعني هي مجموعة من الأمراض اللي بتحصل في الـ Long بتاعتي بسبب الـ Equipation بتاعي الشغل أو مكان الشغل بتحصل ليه؟ بسبب إن أنا عملت Inhalation to Dust Retention و Reaction يعني إيه؟ يعني مفروض إن أنا بستنشك هوا وبعدها أم خرجه على طول أنا شميت دست بقى اللي هو حاجة مش حلوة يعني عملت لها Inhalation مفروض إن أنا أخراجها ما عرفتش فهو حصل لها إيه؟ حصل لها Retention في الـ Long بتاعتي يعني حصل لها حتباس معرفتش خرجها يعني فلما حصل لها Retention مفروض إن دي حاجة غريبة على الجسم فالجسم يبتدى إن هو يتعامل معها إن هي حاجة جسم غريب يعني فيعمل The Dark Action والـ Immunity بتاعتي هتشتغل للحاجة دي يعني وهناعرف قدام إن هي هتعمل Fibroses يعني فتاني يعني Neumoconiosis والله هي Group of Occupational Long disease هي مجموعة من الأمراض اللي بتبجي في الـ Long بتاعتي بسبب الشغل بتاعي بتحصل بسبب إن أنا عملت Inhalation to dust إن أنا شميت ومعرفتش خرجه فحصل لها Retention في الـ Long بتاعتي فالجسم بتدى يتعامل مع الـ Dust ده إن هو حاجة غريبة فعمل The Dark Action دول كانوا فيديوهين في المحاضرة مش مهمين يعني مش هيشتغلوا بعدها إحنا دلوقتي هناخد الـ Occupational Long disease الـ Occupational disease اللي هي الثنين اللي احنا قلناهم السلكوز والأسبستوز عنا نمتسك definition كل واحد يعني إيه السلكوز اللي اتنين نفس definition عفرقة بس هو الفرق كله في الـ Inhalation يعني الـ Occupational اللي اتنين بيحصلوا بسبب الشغل واللتنين Fibrootic يعني إيه يعني بيعملوا Long Fibroses Restrictive دي هنعرف معناها قدام إحنا دلوقتي بس نقرأهم يعني هو Occupational Fibrootic Restrictive Disease يعني بيحصل في الشغل وبيعمل Long Fibroses بس السلكوز بيعمل Inhalation لإيه اللي سلكا دست إنما الـ Asbestosis بيعمل الـ Asbestos Fiber يبقى تاني الاتنين Occupational يعني بيحصلوا في الشغل Fibrootic بيعمل Long Fibroses Restrictive هنعرف معناها قدام بيعملوا Due to Inhalation السلكوز سلكا دست إنما الـ Asbestos Asbestos Fiber تمام أنا ممكن ألاقي السلكا دست دي فين في الـ Stone Cutting إن أنا مثلا أكون شغال في تقطيع الرخام الطوب قصدي مثلا أو الأحجار يعني أكون مثلا شغال في عمالة بناء أكون مثلا شغال في صناعة السيراميك أو صناعة الإزاز أو مثلا أكون شغال في صناعة الفخار دول الخمسة دول الخمسة سورجس يعني بتوع السلكوز إنما الـ Asbestos أنا ألاقي الـ Asbestos Fiber دي فين اللي هي مثلا في في الكار بريك اللي هي فرامل السيارات أو في الكليتش مش عارف ده لما ترجمته مش عارف لقيته مصمر تعشيق بين حاجة زي كده مش عامل للهبل ده مثلا أكون شغال في الـ Clothes أو في الـ Clothes إنما أكون بصنع مثلا هدوم وكده أو من أن مثلا بعمل عزل للروف بتاع البيوت مثلا أو آخر حاجة إن هو بيخش في الـ Sement Industry اللي هو في صناعة الأسمنت يعني كده الدكتور قالت إن إحنا منجيب أسبستوس بنحط على أسمنت وبنحط على حاجة كمان كده بيطلع مركب بيبقى صلوب جدا بيستخدمه في البناء الدكتور أكدت في الحتة دي على إيه على السورس أكدت إن هي جيب كيس هتقول لنا فيها مثلا واحد شغال في الإزاز مثلا أو في Stone Cutting فدي الكي بتاعت الكيس إن إحنا نعرف إن إحنا بنكلم عن أي مرض وأكيده برضو على الإسبستوس على الكاربريك إن هي ممكن تجيب لنا كيس يعني بتاع الدكتور بتاع الكيس إن إحنا نعرف إن إحنا بنكلم عن الأسبستوس يعني فنعرف يعني الحتة دي بعدها هنخش على بسوتيجينسيس والله هو المرض بيحصل إزاي الاتنين برضو في البدايات بيكونش هو بعض إحنا فإنا بس في الأول هنتفق مع بعض إن السيفيرتي بتاعت المرض بتاعي على حسب والله أنا تعرضت الكمية اللي تعرضت لها والمدة اللي تعرضت لها يعني إيه يعني أنا heißتعرضت لكمية كبيرة أو صغيرة فدي تحدث السيفيرتي بتاعت المرض فأنا تعرضت الكمية كبيرة أو صغيرة أنا دلوقتي تعرضت هوا تعرضت الكمية كبيرة أو صغيرة دي تأثر السيفيرتي بتاعت المرض يعني وكما robotics عمل بص كل يوم عشان كما بيقول AN artificial بتاعت الدزيز تترمين بال بالكسبوجر يعني بتاعي انها تعرضت للوقتي لقد ايه وتعرضت المدة تقد ايه كمان يعني كمية بتاعتي والمدة بتاعتي. بيقول ان هو ممكن تبقى بسبب او مش مهم اعتقد بس المهم يعني. اللي بيحصل احنا اتفقنا ان احنا بنعمل وبعدية احنا بنحاول ان نخرج الدس ده مش بيخر فبيحصل له ده بيخلي الجسم يعمل بيحصل ازاي والله ان الدس ده بيبقى حاجة غريبة فجهازين ما اناها بيبتدي نظيف يحجمو المايكروفاج ت روح تبلعو. بس السيليكا بتكون سيتوتوكسك. فبتعمل ايه? بتخلي بتخلي المايكروفاج بتخليها ترابشر يعني. لما ترابشر فيه حاجات بتتجمع كده او في مواد بتطلع بتخلي الفيبربلسط تيجي بتعمل Fiberose. فالمواد دي اسمها ايه ايه اسمها Fiberblast attractive substances. يعني مواد بتخلي Fiberblast فيبربلسط تيجي المكان ده بتعلي الربشر ده تخلي المكان ده يحصل فيه بيحصل حاجة اخيرا انه هو ممكن يتكون نديولز ونديولز ده ممكن تجمع مع بعض تعمل نديولات اكبر يعني تمام فالباسوجينز بيحصل ازاي تاني معلش احنا بنعمل ما بنعرفش انخرج يبقى بيحصل الجسم بيبتدي يعمل الرياكشن الرياكشن ده بيحصل ازاي ان احنا بنجيب المايكروفاج بتروح تهاجم الدست ده وتعمله انجلفنت بس السلكة ده او السلكوز ده بيكون سيتوتوكسيك فبيخلي مايكروفاج تربشر وبياخر مواد بتخلي الفيبرو بلاست تيجي تعمل اللي هي اسمها ايه اسمها فايبرو بلاست اتراكتيف سابستانس واخر حاجة ممكن يتكون نديولز ان نديولز ده تجمع بعض يعملوا نديولز اكبر يعني ده السلكوز الاسبيستوز برده نفس الكلام على حسب الديولز ونشوف السيفيرتي بتاعت الديزيز اللي بيحصل ايه برده ان احنا بنعمل يحصل الجسم يبتدي يعمل بيحصل ازاي ان المايكروفاج بتروح تبلع بس هنا مش بتربشر هي بتضيع على طولة هي بتموت لما بتموت بيتجمع حواليها حاجة اسمه مع الاسبيستوس مع الاسبيستوس بادي والدكتور اكيد على الحتة دي مهمة برده ايه هي بتتكون من ايه بتتكون من الاسبيستوس مش كاتب ان هي مع المايكروفاج مش مهم هي بتتكون من الاسبيستوس فايبر مع حاجة مهمة الفريتين الفريتين الدكتور اكيد على الفريتين برده ان هو بيديها لونه اصفر يعني وكده تمام مع الاسبيستوس فايبر يعني الفريتين يعني الاسبيستوس فايبر وفريتين الفريتين ده يخلي الاسبيستوس بادي يعني بيكون لونها اصفر ودي برده مهمة بيقول بقى الاسبيستوس بادي دي احنا ممكن نحددها فين ممكن نحددها في الاسبيوتام بتاع الناس اللي عملت يعني لو واحد عنده تعرض مثلا لأسبستوس فيبر مثلا وكده أنا ممكن لو خدت السبيوتان بتاعه وشفته تحت المايكروسكوب هنلاقي الأسبستوس بادي دي فعشان كده الأسبستوس بادي دي انديكاتور ان انا عملت بس مش دايكنوستك يعني لو لقيتها في السبيوتان بتاع حد مش اقول ان هو عنده أسبستوس لا انا اقول ان هو تعرض هو معرض او تعرض للأسبستوس فيبر دي انما هو مش مصاب بالمرض رب تكون الحتة دي مفهومة دي حاجة مش مهم اعتقد دي شكل الأسبستوس فيبر كلهم ها أصفار وتكون بيدد عاملة زي الطابلة كده او عاملة زي اللي هي سلكت الودان دي مش عارف اسمع ايه تمام اللي بصولج بتاع السيلكوز والأسبستوس السيلكوز اللي بيحصل عايزين نتفاق مع بعضة بردو السيلكوز بتحصل في الأبر لانجلوب وبتحصل بايلاتران واللتنين بيحصل فيهم فيبروس فبيقول السيلكوز اللي بيحصل احنا قلنا اللي اتنين فيهم فيبروس كده كده الشكل بتاع في السيلكوز بيكون نوديلر ودي مهمة مهمة جدا كمان فبيحصل ايه بيحصل نوديلر في السيلكوز انما في الأسبستوس بيكون انترستيشيال فيبروس وردو دي مهمة جدا واللتنين بيحصلوا ايه بايلاتران يعني السيلكوز والأسبستوس بيحصل ايه بايلاتران فالسيلكوز بيكون نوديلر فيبروس بيحصل فيوجن وفي نوديولز احنا اتفاقنا انه ممكن نوديولز تعمل فيوجن مع بعض يعملوا نوديولات اكبر يعني. فتاني يعني هو بيحصل ايه? بيحصل ممكن دي تعمل فيه جمع بعض. مش مهم. المهم ان برضو الدكتور اكدت ان بيكون في بيحصل لها انها تتأثر يعني. تمام? فالدكتورة برضو اكدت عليها. انما هناك مش بيحصل انما هناك مش بيحصل تمام? وبيحصل هنعرف شكله قدام. برضو مهمة. دي برضو مهمة الدكتور اكدت عليها يعني. واخر حاجة احنا اتفقنا السيليكوز بيكون في الابر لوب. في الابر لانجلوب. انما في الاسبيستوز بيكون في اللوع. تمام? فتاني السيليكوز اللي بيحصل بيحصل نوديولار اه فيبروزز. وبيحصل مش مهمة. بس بيحصل فيه بتتأثر يعني. بيحصل بتبقى افكتد يعني. وبيحصل هنعرف شكله بيكون قدام ازاي? بس لازم نعرف انه بيكون في السيليكوز فيه يعني. واخر حاجة اتفقنا السيليكوز بيكون في الابر لانجلوب. تمام? انما الاسبيستوز لا. هو تمام هو الاثنين بايلاترال. الفيبروز بيكون فيها انترستيشيال. ودي مهمة جدا. بتعمل بتبقى في الابر ولا في اللور? لا بتكون في اللور لانجلوب. بتبقى فين? حيط الدايفرام شوية كده يعني هي بتبقى قريبة قوي للدايفرام. تمام? او في البسترولاترال اري يعني. بعدها بيقول ان في منها كبير. اه في منها بيبقى وفي منها بيبقى ايه? او شورت يعني. ده انا مش بعرف عمله تمام? فده اه مش هينزل في البالورة. يعني احنا هنتفق ان الحاجات الصغيرة ممكن ان يحصلها وتنزل في البالورة تعمل حاجات اسمها يعني. تمام? دي الحاجات الصغيرة. انما الحاجات الكبيرة لأ انا مش عارف عملها فهي بتبقى او ان يحصل فيه تمام? فتاني احنا عندنا في حاجات فيها تيشو بيكون وفي حاجات بتبقى سمول. انا مش بعرف عملها فاللي بيحصل هي بتبقى ايه? بتاعي والكنسر. انما حاجات الصغيرة التيشو الصغير وكده انا بعرف حمله فممكن ان هو ينزل في البالورة يعمل حاجات اسمها باللورة. تمام? واخر حاجة ان هو ممكن يحصل هوني كام بقى بيرانس ان اللانج بيكون عاملة زي ارس الشامع يعني ارس الشامع ايه زي الشامع بتاع العسل. هو العسل بتاع الشامع بيبقى عامل كده بالضبط. مش عارف انا ما بعرفش عرسم. بس هو بيعمل كده يعني كده بيبقى كله متقسم مربعات بقى كده. بيبقى متقسم مربعات كده. كله كده. معلش انا ما بعرفش عرسم والله. حتى بالكده جالي الموضوع رسمع عن قناة سويس نسيتر سماية والله. يعني هو بيبقى عامل زي المربعات كده يعني هي بتبقى قرس وبيبقى متقسم مربعات احنا كلنا عارفين اكيده. فهو بيكون هوني كام بقى بيرانس. وبيكون بيحصل الهارت بيكون شاجي كده. يعني مش واضح قوي مش كويس يعني. وبيحصل تنتينج اف دايفرايم يعني الدايفرايم ممكن يبتدي على فوق شوية. تمام? واتفقنا انه ما يكونش فيه الانفرنود افكتد يعني. تمام? يا رب اكلنا حتى دي برده مفهومة وسهلة يعني. نخش على الاتنين بيحصل فيهم لانج كانسر والاتنين بيحصل فيهم سوبر انفكشن. تمام? يعني مش دول مش مهمين يعني نحفظهم كده وخلاص. مش مهمين اوي يعني. انما المهمة في كل مرض اللي هو المميز بتاعه يعني. السلكوز بيكون كومان اوي معاهد التي بي. ودي برده ممكن تكون مفتاح كس للدكتورة اللي هتحجبها يعني وهنستخدمها كمان في الدياغنوز. اه الدكتورة فسرت الموضوع ان اسمه ده. احنا عندنا المايكروفاش بيحصلها ربشار لما السلكوز بتخش فيها يعني وكده. بس مش مقتنع لان اللي اتنين بيحصلوا يعني المايكروفاش بيتبوز في الاتنين يعني. احنا هنا قلنا ان هي بتربشار وهناك قلنا ان هي بالضاي. فمش عارفة سيارة ده كان تفسير الدكتورة يعني ان مايكروفاش بتاعتنا لما السلكوز بتخش هي بتروح تبتلعها يعني وكده. فمرة على مرة على مرة مرة المايكروفاش بتاعتنا بتكون خلاص تهلكت. اه فمش لما التي بي بيخش ما بيعرفش انه هاجم يعني وكده. ده كان تفسير الدكتورة يعني. اه فتاني السلكوز مشهور مع ايه? مشهور مع التي بي. بيكون في 65-75% من البيشنت يعني. وبيحصل لانج كانسر سوبر انفكشن في الاتنين. اه انما الاسبستولز بيحصل المميز فيه هو الميزوسيليومة. اه يعني ايه? يعني ده او الكنسر يعني بتاع الالفيرولوي. برضو الدكتورة اكدت عليها يعني. الميزوسيليومة في الاسبستولز والنما السيليكوز بيكون التي بي. تمام? اه والله انا هنعمل ازاي? السؤال الدكتورة قالت على السؤال ده ممكن يجي انها تقول زي ان انا بعمل وقالت اهم حاجة اللي هي اول نقطة خلق. قالت ان هي ممكن تنقصك في نص الدرجة لو ما كتبتهاش. تمام? والله انا اه لو جالي واحد اه بيشتكي ان هو بالاعراض اللي احنا هنقولها قدام دي شوية. في الاسطلاق دي البعض دي على طول او واحد مسلا جالي اه باكس ريي مسلا وشفت الاكس ريي ده. احنا هنا مولاش اصلا كمان. هنا الافكشن بيحصل في في النص اللي فوق. تمام? يعني ده النص اللي فوق. النص اللي فوق يبقى ايه? يبقى اه سيليكوز. انما لو بصينا هناك. لأ بص الرياء اصلا عاملة ازاي? اصلا كمان الافكشن كله من تحت هنا. تمام? يعني في النص اللي تحت كله. وبعدين لو شفنا الهارت هيكون شكله مش مش ده الطبيعي بتاعنا. وكمان اتفقنا ان هو هيكون ايه? عامل زي عسل النحل كده يعني هو حتة ايه? وتلاقي حتة سودا مش عارف ايه مجبعات مش عارف ايه. تمام? فده هيكون ايه ده الاسبستوس يعني? اه فاحنا اسمه ده اه مسلا جالي واحده كده ومفروض اول حاجة اسألها له انت كنت شغال ايه? يقول لي مسلا انا شغال دلوقتي في شركة ومش عارفة. تب كنت من ثلاثين سنة شغال ايه? هيقول لك مسلا شغال عامل مسلا وبقطع طوب ومش عارف ايه. تمام? فدي اول حاجة لازم اسأل عليها بتاعه انت كنت شغال ايه عامل حاجة وممكن عادي المرض يكون من ثلاثين سنة. تمام? يعني هو لو جاله من ثلاثين سنة هو بيفضل مكمل معه ومش بيتعالج كمان. تمام? ده اول حاجة ان انا بسألها. تاني حاجة على انها يشوف والله الاتنين بيحصل فيهم ان النفس بتاعب بيبقى صير وبيتعب بسرعة. اه اه ازلي فاتيج يعني. اه فدي بتكون في المرضين. انما المميز في الاتفاقنا في السيليكوز ان هو ممكن يجيلي بتيبي. وفي الاسبستوز ممكن يجيب بحاجة زي ترقع في الضهر بتاعه كده من ناحية. فدي هنقول لها قدام برده لسه ان شاء الله. اه فدي السيمطوم والسين يعني. نحنا ممكن نعمله هنلاقي بردو ان في لو في الابر يبقى سيليكوز لو في اللور يكون اسبستوز. اه نشوف الشكل لو او تمام? اه اهم حاجة بردو ان احنا نعمل له يعني. بنعمل له اتنين. اه فرسة فيتال كباستي وفرسة يعني ايه? الفرسة اه دي انا بخليه ياخد نفس عاميك عشان اشوف بتاع بتاعته. تمام? فاحنا ممكن نلاقيها ان هي في الامراض في المرادين بتاعنا اللي هو هما الاتنين نوعهم احنا اتفقنا في ان هو معناها ايه? معناها ان بتاعته مش بتعمل كويس. يعني لما اقول له خد نفس عاميك. مفروض ان هو ياخد مسلا عشرة مسلا. مسلا ده الرقم تخيل لي طبعا مصطح. هو لأ انا مش هلاقيها هياخد العشرة مسلا العشرة دول. لا هو هياخد كمية اقل ليه? لان بتاعته ما عملتش كويس. فالهواء اللي دخلها مش الهواء اللي هو بتاع ان انا اخد نفس عميك قوي. هو هيكون النفس اقل شوية تمام? وهو هيكون اقل من تمانين في المية. اه ده بيعمل اللي هو اللي احنا بنتكلم عليهم الاتنين بتاعنا. انما لأ انا بخليه ياخد نفس وبخليه يخرجه يعني تحت قوة اللي هو بينفخ يعني تمام? الموضوع ده بيحصل في ثلاث ثواني. مفروض السانية الاولى بيحصل بيخرج معظم الهواء او اكتر من كده يعني. لو هو عنده يعني هو بياخد هوا مبيعاف GUA يخرج. الهواء اللي هيخرج او اللي هيخرج ده هكون برضه اقل من تمانين في المية. النسبة واحدة يعني تمانين في مية. اقل من تمانين في المية. بس الفور's it vital ان انا بخليه ياخد نفس عميك. عشان اشوف بتاع بتاعته. انه بفرصة لا انا بخليه يخرج لهوة. لهو ينفخ يعني. فهو لو عنده يعني هو بيعرف فين خده هوة. مش بيعرف يخرجه. اه فهنلاقي ده اقل من تمانين في المية يعني. تمام? او ممكن اعمله يعني. بس ياربكم مفهومة يعني. دي مش مهم اعتقل. بعدها هنخش على هنمسك على حسب كل حاجة احنا قلناها بجلوب. احنا اول حاجة اهم حاجة احنا بنسأله على بناخد بناخد تشغال ايه ومش عارف ايه وكده. التكلنك اللي احنا هنخد سيمطوم وصين. اه هي السيمطوم وصين بتاعتنا ان الاتنين بيبع عندهم وبيع عندهم ازلي فتيج عشان هما الهواء اللي بيخشلهم مش قد كده يعني. بس المميز في زي ما اتفقنا في الصين ان هو يلاقي عنده اه ممكن يجيله يعني او يكون عرضة ان هو يجيله زي ما اتفقنا. احنا ممكن نعمل الاكسترائيه هنشوف ان هو بيكون بيكون في الابر برد وبيبقى في افكشن للهي لان في نود. اه وبيحصل فيه زي ما اتفقنا بيكون عامل زي تمام. اه دي حاجات مميازة للسيلكوز ولازم نحفظها يعني. ممكن نلاقي فيه زي ما اتفقنا. هنلاقي ان هو الاتنين عندي يعني ايه يعني هتكون قليلة. اه ويكون قليلة برضو. تمام? اه. عشان الهوة اللي هو بياخده اصلا بيكون قليلة. فهوة لما بيخرج هوا بيخرج هوا هوا قليلة كمان. تمام? او ممكن نعمله. انما الاسبستوز زي ما اتفقنا برضو هناخد. والكلينيكا اللي هيكون عنده برضو شورتنس الدايفرايم يعني بيبتدي يطلع الفوق شوية. اه وبيحصل اه الهارت بيبقى شاجي. والابيرنس بتاع اللانج بيكون هني كامبل هو زي الشمعة بتاع العسل يعني. تمام? والاسبيوتة ممكن نلاقي فيها الاسبستوز بادي. تمام? اه اللي احنا اتفقنا على النهاية بيكون مع اه الفايبر. اه مع الفريتين بيكون ان هو اصفر يعني. اه اخير حاجة الانج فانشن تست زي ما اتفقنا ان هنلاقي برضو هنلاقي برضو الهو فهنلاقي الفريتين فايتل كباستي يكون قليلة يعني. وبردو هنلاقي ان الهو بيخش قليل فالفريتين بتاع الثانية الاولى بيكون قليل برضو. تمام? اه وبردو ممكن نعمل سي تي و ام ارقوي. اخر حاجة في المحاضرة هنخش على البريفينشن والكنترول. والله هنممكن اعمل البريفينشن والكنترول ازاي? هنعملها على مستويين. مستوى الانفيرومنت للبيئة بتاعة المصنع نفسه او مكان الشغل نفسه. وللويركر اللي شغال في المصنع نفسه. الانفيرومنت ممكن اعملها ازاي? انا طريق انها ممكن اعمل يعني ان انا بتدي ابد المهد اللي انا باستخدمها باستخدامها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اه تمام ان انا عرفوا على الهازرد بتاعت الشغل بتاعتي وازاي هيتعرض لها وازاي ان انا عرف احمي منها يعني كده. واخر حاجة للوركر بيكون البيلوشكل منيتورينج. انا بشوف برضو هو معرض لحاجة ولا? اه بعدها هنمسك الانفيرومنت اللي هي بتاعت الانفيرومنت اللي هي في الانفيرومنت اللي هي بتكون في الوركر. الانفيرومنت الانفيرومنت ازاي? بعمل ايه? والله انا بشوف البقيس وبشوف الهازرد اللي موجودة في البيئة بتاعتي يعني. اه ويبقارنها يعني ايه? يعني انا بشوف مسلا انا عندي العمال بيشتغلوا اه 8 ساعات في اليوم مسلا او 40 ساعة في الاسبوع. والله انا بشوف هما بيتعرضوا لده وده ايه? اه وبيبقى عندي اه يعني قيمة اه قيمة اه بتكون يعني دي اقصى حاجة ممكن نعمل اللي يتعرض لها عشان ما يجيلوش المرد ده يعني. فانا بقس التعرض ده وبقسها مع اله ده بحيس ان انا شوف هو معرض ولا او وهيعمل اه يعني ولا. ده باختصار يعني. انما بايلوش كان بعمل ايه? بعمل اناليسيز للهير بتاعي. انا بشوف الهواء الموجود في الهواء الهواء او التهوية يعني او الجو العام بتاع الشغل بتاعي. اه كويس ولا بس بيقول ان هو مش 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 ايدي يعني مش مسائل. ليه? لان والله انا ممكن اه شمي ده? بتاعي يعني مسلا انا بكون شغال مسلا الساعة ساعة صبح مسلا جامد فيكون مسلا بتاعي عالي. انما مسلا انا روح ايسي ساعة نشر ده يكون الشغل اهدى شوية في يكون اقل. تمام? اه او مسلا ان انا يكون عندي اه مسلا مسلا الحيطة مسلا بتمتص الهواء ده مسلا مسلا يعني. اه فلما اجي اعمل اياس مسلا ده هيبقى ايه? اه مش مش راية يعني مش صحيح. تمام? اه او ممكن نكون اصلا اه ان العمال اللي جايين لي اصلا متعرضوا لبليوشن مسلا برا. تمام? اه اه مسلا يكون في حاجات بتعمل بتزود مسلا الافكت بتاعت الحاجات اللي ضارة بتاعتي او بتعملها او بتقللها يعني. تمام? اه او اخر حاجة ان هو ممكن يكون على حسب الهواء. على حسب الهواء بتاعت بتاعتي والله انا شغال مسلا قريب من المكانة مسلا فبتعرض للدوداء اكتر ولا مسلا قاعد في مكتب فالدوداء بتاعتي يكون اقل. فانا كده هكون معرض للمرض اقل من العجن بالمكانة يعني وكده. تمام? اه في اكزامبل ايه للبيولوشكال سامبل ممكن يكون توكسن مسلا او 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 ممكن تكون ميتابولايت مسلا او ميتابوليك افكت يعني. انما الانديكيتور انا يعني انا بحلل ايه بحلل بلود ويورن وستول وسلايفا وسويت وملك وسيمن. والاير يعني بشوفهم فيهم حاجة او لا. تمام? وكده يكون محاضرة خلصت. اه معلش يعني بتاع بيحول يعني. نرجع اخر مرة بسرعة كده. والله انا المحاضرة بتاعدي يعني ايه? يعني هي امرار بتحصل في اللونج بتاعتي. بسبب ايه? بسبب الشغل بتاعي. فهي تكون بيزيز. بيتبقى في الكرسة يعني في الكارير بتاعي يعني. وبتبقى فاكتور وفاكتور ده بيكون سبيسيفيك. بيكون يكون او كيميكال او بيولوجيكال او سوشيو اه سيكولوجيكال او ميكانيكال. والامثلة سهلة عطاكم مستعبعين. الاكوبشنا بيكون في المكان بتاعي الشغل بس او بسبب الشغل بس. فعشان كده هو مش بيكون منتشرك في المجتمع. وبيكون هو بيكون زي ايه? زي انما بيكون يعني عوامل كتير بتخلينا خش في المرات ده. وتبقى منتشرك في المجتمع زي ما اتفقنا في مبين كل تلاتة بيكون واحد عنده الحيبيرتينشن. والاكسبوجيك بيكون فاكتور مش بيكون الانلي كوز زي ايه? زي الهايبيرتينشن والاسكيميك هارتردزيز. بعدين دخلنا على المصطلح بتاعي النيوموك نيوزز. والله دي مجموع من الامراض اللي بتحصل في اللنج بسبب الشغل بتاعي بتحصل بسبب ان انا بعمل انهاليشن. اه مش بعرف اخراجه بيحصل الهيبيرتينشن. ويجسمي بتاعيه يتعامل معه بيعمل يعني. زي ايه? السلكوز والاسبستوز. دول اتنين بيحصلوا في الشغل بيعملوا فيبروزز للنج يعني. احنا اتفقنا خلاص عرفنا معناها يعني ان الكباستي بيكون اقل من تمانين في المية. اه وهنا السلكوز بيعمل الانهاليشن الايه? انما الاسبستوزز بيكون الاسبستوز فيبرين. والسورسز المهمة واكدنا عليها يعني. بعدين باسو جينيس استفقنا ان الميكروفاج لها دور في الاتنين. واحدة بتنفجر بتطلع حاجات بتخلي فيبروزز تتيجي تعمل فيبروزز. انما التانية بتموت وبتحول بيتجمع حواليها ريتكولين وفريتين بيخلي لونها اصفر يعني. وممكن. وهي بتاندكيت ايه? بتاندكيت الاكسبوجر مش الديارنوزز يعني. تمام? ودي ما تكون مهمة ونلاقيها فيين? بيلاقيها في الليزبيوتا متاع الاكسبوجر يعني. الاكسبوزز بيكون ayecshell في السلكوزز. انما لا انما في بيكون في كافل يحصل حاجات ي разных يد اي بيحصل في بلورال بلايك. والهارت بيكون شاجي. وبيحصل التينتين في الديفرام. وتابع عاملة زي الشمع بتاع العسل يعني. المزمط في السلكوزز بيكونlla divers 됩니다. اليوم اللي هو الـ Tumor of Alveoloi يعني. الدياجنوز زي ما اتفقنا ان هو انا باخد الـ Accupation History بعدها الـ Clinical بشوف Symptom of Sign. والـ Investigation بشوف الـ X-ray Fibrosis Fane وكده يعني والشكل بتاعه. واخر حاجة ان احنا بناخد الاسبيوتوم هنلاقي فيه هنا الـ TB انما هناك هنلاقي الـ Substance Body. والـ Long Function Test الاثنين Restrictive هنلاقي الفرسة Vital Capacity يكون قليلة وكمان الفرسة Expiratory Volume في الثانية الاولى بيكون قليل. وبنعمل MCT وما رآي وبريفينش انت سهل وبسيط ان شاء الله. وكده محاضرة تكون خلصت ويا رب تكون فهمتوا يعني. واسف على الاطالة وشكرا.